تعرفت ليلى من خلال الفيسبوك على شاب هوايته خداع الفتيات ولأن ليلى تعيش بدون رقابة من والديها المشغولين عنها دائما بأعمالهما لبت دعوة هذا الشاب وذهبت إلى محطة القطار لزيارة أمه المريضة في محافظة بعيدة بعد أن أقنعها بأن أمه تريد رؤيتها للموافقة على زواجه منها ركبت ليلى القطار بجوار هذا الشاب المخادع وبالصدفة كان يجلس بالمقعد الذي أمامها شقيقان ملتزمان يعرفان هذا الشاب ومن نفس مدينته ارتبك الشاب من نظرات الشقيقين لهما وأخذ يتذكر متى وأين رأى هذين الوجهين كما ارتبكت ليلى أيضا بسبب تركيز نظرات الشقيقين عليها وبعد قليل تحدث الشاب وقال لليلى ستفرح أمي كثيرا برؤيتك وسوف يعجبك بيتنا كثيرا وسوف نتزوج بعد شهر واحد من الآن ثم استأذن الشاب من ليلى وأخبرها بأنه سوف يسلم على قريب له داخل العربة المجاورة لهم وفي الحقيقة أنه ذهب ليدخن بعض السجائر بعيدا حتى لا تكتشف كذبه عليها عندما أخبرها بأنه من الأطقياء الأسوياء في هذه اللحظة تحدث الشقيق الأكبر وقال لليلى آسف لتدخل أخت الكريمة ولكن يبدو على ملامحك الطيبة وسلامة النية هذا الشاب الذي جلس بجوارك هو جارنا وأمه توفيت منذ سنوات وليس له بيت فقد باع البيت الذي وريثه عن أبيه وصرف ثمنه على المخدرات والنساء وهوايته الآن هي الإيقاع بالفتيات الطيبات أمثالك ولأن الله يحبك فقد أرسلنا لنجلس أمامك وننقذك من هذا الخبيث وأتمنى من الله أن يكون هذا اليوم بداية جديدة في حياتك تلتزمين فيها بطاعة الله وتنفيذ أوامره وتستبدلين هذه الملابس التي لا تناسبك كمسلمة بملابس فطفاضة وحجاب يرضي الله عز وجل أصيبت ليلى بالذهول ثم بكت وقالت أصدق كل كلامك فقد أخبرتني صديقة لي بكل ما قلته منذ أيام ولكنني ظلنت أنها تكذب علي لكي تفوز به وأقسم لك بأنني صليت الفجر اليوم ودعوت الله قبل أن أغادر البيت أن يحفظني بحفظه قال لها الشقيق الأكبر يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح من صلى الصبح فهو في ذمة الله أي أن من صلى الفجر فهو في ذمة الله آمن لا يجوز الاعتداء عليه فمن اعتدى عليه فهو معرض لغضب الله ولدخول النار لقد أنقذتك صلاة الصبح من الهلاك قالت ليلى الحمد لله لقد استجاب الله لدعائي بلقائكما أمامي إنه ترتيب الله الذي أمهلني رغم غفلتي وذنوبي ومن الآن تبتو إليه ولن أعصيه أبدا وسألتزم بكل أوامره ولن أرتدي أو أفعل إلا كل ما يرضيه ومع أول محطة وقف بها القطار غادرت ليلة القطار قبل أن يعود إليها الشاب وقد أوصلها الشقيقان للقطار المقابل وعادت إلى بيتها تشكر الله الذي أنقذها في الوقت المناسب وتدعو الله أن يهدي والديها الذين ساعداها بعدم الاهتمام بها ومراقبة تصرفاتها للوقوع في الخطأ حتى كادت أن تكون ضحية لذئب من ذئاب البشر أقم الصلاة لدنوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا عاشت سيدة فرنسية في الجزائر واعتنقت الإسلام وكان كل أهلها في فرنسا غير مسلمين أصيبت هذه السيدة بمرض السرطان الخطير وذهبت إلى طبيب ليتابع حالتها فقال لها إن المرض انتشر في جسدك كله وما هي إلا مسألة وقت قصير وتموتين ثم جهز ملفا باسمها ووضع تقاريره وصور الأشعة وغيرها في هذا الملف وعندما علم أهلها بمرضها قالوا لها هذا غضب الرب عليك لأنك أسلمت ارجعي عن دين الإسلام عسى الرب أن يعفو عنك لم تستمع السيدة لكلامهم وتمسكت بدين الإسلام فعرضوا عليها أن تأتي إلى فرنسا ويكشف عليها أطباء كبار أفضل من أطباء الجزائر سافرت السيدة إلى فرنسا وكان أهلها يعلمون تمام العلم أنه لا أمل في شفائها وكان مقصدهم أن تكون هذه السيدة عبرة لمن يعتبر ممن أراد أن يسلم ويدخل في دين الإسلام لذلك توجه الأهل بالسيدة إلى الكنائس وقالوا للناس هذا جزاء من يدخل في الإسلام بكت السيدة بكاء شديدا بعدما عرفت مكرهم ثم رجعت إلى الجزائر تنتظر الموت على دين الإسلام وفي ليلة من الليالي فكرت أنها لو ماتت ستكون عبرة لمن لم يعتبر من أهل بلدها وسيدعون كذبا أنها ماتت لأنها دخلت في الإسلام فنهضت وتوضأت في جوف الليل وفرشت سجادة الصلاة وقامت الليل وأخذت تدعو الله بقولها يا رب إنني لا أخاف من الموت ولا أخاف من لقائك ولكني أخاف أن أموت ويشمت بي الأهل ويشمت بي الأهل لأني أسلمت ويخاف الناس من الإسلام يا رب شفني وعافني لكي يعلم الناس قدرتك ورحمتك ويدخل الناس في الإسلام ولا أكون أنا السبب في تنفير الناس من الإسلام ثم أغشي عليها وراحت في غيبوبة حتى استفاقت في عصر اليوم التالي ولم تشعر بأي ألم فعرفت أنها صحوة الموت وأنها ستموت في الحين ولكن عندما جاء الليل لم تموت ثم قامت الليل حتى الصباح ولم تموت بل ولم تشعر بأي ألم فدهشت وذهبت إلى طبيبها المتابع لحالتها وبعدما أجرى لها الطبيب جميع الفحوصات سألها من أنت؟ فأخبرته باسمها وبأن لها ملفا عنده فقال الطبيب إنك شخص آخر غير الذي في الملف الملف يقول أنك مريضة بالسرطان وفي حالة متأخرة وأنت ليس عندك سرطان نهائيا ولم تصاب بالسرطان مطلقا فسجدت لله حمدا وشكرا وذهبت إلى فرنسا وفي نفس الأماكن التي شمت الأهل والناس بها لأنها مريضت بعد إسلامها وتحدتهم وقالت لهم أنها شفيت من هذا المرض الذي يعجز أمهر الأطباء أمامه لأنها أسلمت ووثقت في الله فأسلم عدد كبير من الناس بسببها وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون عروة بن الزبير بحر من بحور العلم وإمام من أئمة التابعين في الصبر واليقين أبوه هو الزبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد العشرة المبشرين بالجنة وأمه هي أسماء بنت أبي بكر الملقبة بذات النطاقين لقد لزم عروة بن الزبير البقية الباقية من صحابة رسول الله فكان يأتي بيوتهم ويصلي خلفهم ويتتبع مجالسهم وأخذ كثيرا عن خالته عائشة أم المؤمنين حتى أصبح أحد فقهاء المدينة السبعة الذين يلجأ إليهم المسلمون في دينهم كما كان صواما قواما رطبا لسان بذكر الله تعالى كما كان سخي اليد جوادا فقد كان له بستان من أعظم بساتين المدينة عذب المياه ظليل الأشجار باسق النخيل وكان يجعل لبستانه هذا سورا طوال العام لحماية أشجاره من أذى الماشية وعبث الصبية حتى إذا آن أوان الرطب وطابت واشتهتها النفوس كسر حائط بستانه في أكثر من جهة ليجيز للناس دخوله فكانوا يدخلونه ذاهبين عائدين ويأكلون من ثمره ما لذ لهم ويحملون منه ما طاب لهم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون وكان كلما دخل بستانه هذا ردت قول الله عز وجل ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله وكان يدعو أهل بيته إلى عد الصدقة هدية تهدى لله فيقول يا بني لا يهدين أحدكم إلى ربه من يستحي أن يهديه إلى عزيز قومه فإن الله تعالى أكرم الكرماء وأحق من يختار له وقد شاء الله تعالى بعد سنة من خلافة الوليد بن عبد الملك أن يمتحن عروى بن الزبير امتحانا لا يثبت له إلا ذو الأفئدة التي عمرها الإيمان وملأها اليقين وذلك عندما دعا خليفة المسلمين عروى بن الزبير لزيارته في دمشق فلب دعوته وصاحب معه أكبر بنيه ولما قدم على الخليفة رحب من مقدمه وبالغ في الحفاوة به ثم دخل ابن عروى على استبل الوليد ليتفرج على جياده فرفسته دابة بضربة قاضية أودت بحياته ولم يكاد الأب الحزين ينفض يده من تراب قبر ولده حتى أصابت إحدى قدميه الأكلة فتورمت ساقه وجعل الورم يشتد ويمتد بسرعة مذهلة فاستدعى الخليفة لضيفه الأطباء من كل جهة وحضهم على معالجته بأي وسيلة لكن الأطباء أجمعوا على أنه لا بد من بتر ساق عروى قبل أن يسري الورم إلى جسده كله ويكون سببا في القضاء عليه ولما حضر الجراح لبتر الساق قال لعروى أرى أن نسقيك جرعة من مسكر لكي لا تشعر بآلام البتر فقال عروى لا أستعين بحرام على ما أرجوه من العافية وما أحب أن أسلب عضو من أعضائي دون أن أشعر بألمه وأحتسب ذلك عند الله دعوني أصلي فإذا قمت للصلاة فشأنكم وما تريدون وقد كان رحمه الله إذا قام يصلي سهى عن كل ما حوله وتعلق قلبه بالله تعالى ومن الفعل قام يصلي وتركوه حتى سجد فأقبل عليه الطبيب وقطع الساق كاملة وهو ساكن مطمئن بصلاته لم يحرك ساكن وأرادوا إيقاف نزيف الدم فسكبوا على الجرح الزيت المغلي وعندها فقط لم يحتمل حرارة الزيت فقال لا إله إلا الله والله أكبر ثم أغمي عليه ولما حمل عروى بن الزبير إلى المدينة وأدخل إلى أهله سارعهم بقوله لا يفزعنكم ما ترون فلقد وهبني الله أربعة من البنين ثم أخذ منهم واحدا وأبقى لي ثلاثة فله كل الحمد وأعطاني أربعة من الأطراف ثم أخذ منها واحدا وأبقى لي ثلاثة فله كل الحمد والله لئن أخذ الله مني قليلا فقد أبقى لي كثيرا ولئني ابتلاني مرة فلطالما أعفاني مرات فالحمد لله على ما أعطى وعلى ما أخذ وظل عروة بن الزبير للمسلمين منارة هدى وداعية خير طوال حياته ولقد اهتم أكثر ما اهتم بتربية أولاده خاصة وسائر أبناء المسلمين عامة فلم يترك فرصة لتوجيههم إلا اغتنمها ولم يترك فرصة لنصحهم إلا أفاد منها ومن ذلك أنه دأب على حض بنيه على طلب العلم إذ كان يقول لهم يا بني تعلموا العلم وابذلوا له حقه فإنكم إن تكونوا صغار قوم فعسى أن يجعلكم الله بالعلم كبراءهم وقد عاش عروة بن الزبير واحدا وسبعين عاما مملوئة بالخير حافلة بالبر فلما جاءه الأجل المحتوم أدركه وهو صائم فرحمة الله عليه وأسكنه الله فسيح جناته محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التورا ومثلهم في الإنجين كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما